إليك بعض المعلومات التي يمكن أن تساعد في زيادة فرص الحمل توقيت الجماع يعتبر تحديد الوقت المناسب للجماع أمراً مهماً لزيادة فرص الحمل يعتقد أن الفترة الأكثر احتمالاً للإنجاب تكون خلال الأيام القليلة التي تسبق التبويض وأثناءه وبعده يعتقد أن التبويض يحدث عادةً في منتصف دورة الحيد ويمكن استخدام أدوات مثل اختبارات التبويض لتحديد هذه الفترة بدقة الرعاية الصحية الجيدة يجب على الزوجين الحفاظ على صحتهم العامة والاهتمام بالرعاية الصحية الجيدة ينبغي على المرأة أن تتبع نظاماً غذائياً متوازناً وصحياً وتمارس النشاط البدني بانتظام من المهم أيضاً أن يتجنب الزوجين التدخين وتناول الكحول والمخدرات حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل سلباً على فرص الحمل معرفة الدورة الشهرية يفضل على الزوجين مراقبة دورة الحيد للمرأة وتسجيل تواريفها يمكن استخدام ذلك لتحديد فترة التبويض المحتملة وزيادة فرص الحمل الحفاظ على الوزن الصحي يمكن أن يؤثر الوزن الزائد أو المقصان على فرص الحمل يمصح بالحفاظ على وزن صحي ومتوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام لتعزيز فرص الحمل تجنب التوتر يمكن أن يؤثر التوتر النفسي والعاطفي على القدرة على الحمل ينبغي على الزوجين تجنب الضغوط الزائدة والعمل على تقليل التوتر والاسترخاء من فلال تقنيات مثل التأمل واليوغا الاستشارة الطبية إذا كان الزوجان يحاولان الحمل لفترة طويلة دون نجاح فمن المستحسن أن يستشير الطبيب يمكن للأطباء تقديم المشورة وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد أي مشاكل صحية تحتاج إلى علاج هذه بعض النصائح العامة ومع ذلك يجب ملاحظة أن الخصوبة تختلف من شخص لآخر وقد يواجه البعض صعوبات في الحمل إضافة إلى ما ذكرته سابقا هناك بعض العوامل الأخرى التي قد تساهم في زيادة فرص الحمل وتشمل الجنس والدوري ينصح بممارسة الجنس بشكل منتظم طوال فترة على الشهر في محاولة لزيادة فرص الحمل قد يساعد الجنس الدوري على زيادة عدد الحيوانات المنوية المتاحة وتحسين فرص التخصيب تجنب استخدام المواد المضادة للخصوبة بعض المواد والعققير قد تؤثر سلبا على الخصوبة ينبغي على الزوجين تجنب استخدام المواد المضادة للخصوبة مثل بعض أنواع العققير والمنتجات الكيميائية التي قد تؤثر على الجهاز التناسلي الاهتمام بصحة الرحم والمبايد قد تواجه بعض النساء مشاكل في صحة الرحم والمبايد مثل تكيس المبايد أو تشوهات في الرحم في حالة وجود مشكلة معروفة في هذه المناطق ينبغي استشارة الطبيب لمعرفة الخطوات العلاجية المناسبة الاهتمام بصحة الرجل الخصوبة ليست مسؤولية النساء فقط فصحة الرجل أيضا تلعب دورا هما في الحمل هناك بعض الأعراض التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الخصوبة ومن بين هذه الأعراض عدم حدوث الحمل إذا كنت وشريكك تحاولان الحمل لفترة طويلة دون نجاح فقد تعتبر هذه إشارة محتملة لوجود مشكلة في الخصوبة اضطرابات الدورة الشهرية إذا كانت دورتك الشهرية غير منتظمة أو لا تحدث بانتظاما فقد تكون هناك مشكلة في التبويض أو في وظيفة المبايد آلام الحوض أو العانة قد تعاني بعض النساء من آلام في منطقة الحوض أو العانة التي قد تشير إلى وجود مشكلة في الجهاز التناسلي تغيرات في الإفرازات المهبلية إذا كنت تلاحظ تغيرات غير طبيعية في الإفرازات المهبلية مثل الكمية أو اللون أو الرائحة فقد تكون هناك مشكلة في الخصوبة ألم أو انتفاخ في الثدي قد تشعر بألم أو انتفاخ في الثدي وقد يكون ذلك بسبب اضطرابات في الهرمونات التي تؤثر على الخصوبة اضطرابات الانتصاب أو القف إذا كان لديك شريك ذكر وتعاني من اضطرابات في الانتصاب أو القف فقد تكون هناك مشكلة في الخصوبة تاريخ طبي سابق إذا كان لديك تاريخ طبي سابق يشمل عوامل مثل العدوى السابقة أو التدخين الطويل أو إجراء عمليات جراحية في الجهاز التناسلي فقد يكون لها تأثير على الخصوبة إذا كنت تعاني من أي من هذه الأعراض فمن المستحسن التشاور مع طبيب الخصوبة أو اختصاصي النسائية والتوليد سيتمكن الطبيب من تقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة لتشخيص المشكلة وتوجيهك إلى العلاج المناسب بالطبع هناك عدد من الفحوصات التي يمكن أن يقوم بها طبيب الخصوبة لتقييم حالتك وتشخيص أي مشكلة محتملة في الخصوبة قد تشمل هذه الفحوصات تحليل السائل المنوي يتم تحليل عينة من سائل المنوي المقدمة من الشريك الذكر لتقييم عدد الحيوانات المنوية وحركتها وشكلها يمكن أن يكون ضعف في هذه العوامل مؤشرا على وجود مشكلة في الخصوبة تحليل الهرمونات يمكن أخذ عينات من الدم لقياس مستويات الهرمونات المتعلقة بالتبويض ووظيفة المبايد مثل هرمون التستوستيرون والبرولكتين وهرمونات الغدة الدرقية يمكن أن توفر هذه الفحوصات معلومات حول توقيت وجود التبويض ووظيفة الغدد الهرمونية فحص تنظير البطن والحوض يمكن أن يتم إجراء فحص تنظيري للبطن والحوض لتشخيص مشاكل مثل تشوهات في تركيب الأعضاء التناسلية والتصاقات الحوضية وتجويف متعددة في المبيضين فحص الأنبوبة الرحمية يمكن استخدام فحص تصوير الأنبوبة الرحمية لتقييم مدى سلامة ووظيفة الأنابيب التي تنقل البويضات من المبيضين إلى الرحم يتم حقن مادة تبييض خاصة في الرحم ومراقبة تدفقها من خلال الأنابيب باستخدام الأشعة السينية فحص الأشعة الملونة يمكن استخدام الأشعة الملونة لتقييم حالة تجويف الرحم والأنسجة المبطنة للرحم يتم إدخال جهاز صغير مضاء بالضوء من خلال المهبل والرحم للكشف عن أي تشوهات أو تجويف هذه مجرد بعض الفحوصات الشائعة التي يمكن أن يستخدمها طبيب الخصوبة يجب أن يتم تحديد الفحوص المناسبة وفقا لتاريخك الطبي والأعراض الموجودة وتوصيات الطبيب المعالج ترجمة نانسي قنقر